اشتركوا في القناة في اليابان في اول مهمة فضائية عربية واسلامية لاستكشاف كوكب المريخ كما هنأ سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو شيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي واكد سموه ان هذا الانجاز العلمي التاريخي يسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وقال سموه يعتبر هذا الإنجاز العلمي الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمثابة تأكيد على جهود الكوادر العلمية الإماراتية الشابة في إنجاز هذا المشروع الذي يعتبر فخرا لدولة الإمارات العربية المتحدة وللأمتين العربية والإسلامية وأشار سموه يحق لنا جميعا أن نفخر بما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم كبير في مجالات علوم الفضاء وهذه الإنجازات العظام هي فخر للعرب والأمة الإسلامية جمعاء باعتباره شيد بسواعد شبابية إماراتية ويسجل اسم الإمارات والعرب والأمة الإسلامية في تاريخ اكتشاف الفضاء وخاصة المريخ عبر مسبار الأمل وأضاف سموه رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل اهتمام صاحب السموه شيخ خليفة بن زايد الانهيان وصاحب السموه شيخ محمد بن راشد المكتوم وصاحب السموه شيخ محمد بن زايد الانهيان وسواعد دولة الإمارات وشبابها وحرصهم على اتباع جدول وخطة تنفيذ المسبار وإطلاقه هو الأمر الذي شكل واقعا مهم للجد والعطاء وتكريس ثقافة أنه لا يوجد شيء مستحيل في طريق الوصول إلى النجاح وتابع سموه سيوفر مسبار الأمل العديد من المعلومات والبيانات حول المريخ وسيعمل المسبار على إتاحة اكتشافات علمية للكوكب الأحمر الأمر الذي سيمهد الطريق إلى اكتشافات جديدة حول كوكب المريخ ووضعها بين يدي الباحثين والمهتمين بالكوكب واكتشافاته